كمان تطبيق موجود عنا للstacks اللي هو post-fix evaluation تطبيق مهم جدا للstacks Stacks are also used to evaluate post-fix expressions and also convert infix to post-fix تمام؟ يعني فينا تطبيقين هون بدنا نحكي أول شي عن post-fix evaluation لما نحكي عن post-fix والin-fix expressions ايش الفارق بينهم؟ The infix expression is on the form A أو B where O موجود عنا هون اللي هي operator ممكن تكون اللي هي A زائد B ممكن تكون عنا A ضرب B تناقص B تقسيم B أو الموديول هاي اللي هي ال-in-fix وفي عنا هون number, operation, number ال-post-fix من اسمها post معناها في عنا بدي يكون number, number والoperation ممكن يكون مثلا خمسة تنين ضرب ايش معناها خمسة ضرب تنين ال-prefix واضح ال-preم نحكي هون عن ال-operation معناها ضرب خمسة تنين زائد نضرب اللي هي خمسة في تنين لكن باستخدام ال-prefix expression ال-post-fix expressions are easy to compute using stacks لايش فينا تطبيق لهو ال-post-fix evaluation لأنه عملية ال-evaluation لل-post-fix expressions باستخدام ال-stack سهلة جدا هاي التطبيق التاني هاي التطبيق الأول هي run post-fix evaluation تطبيق التاني اللي هي ال-in-fix into post-fix عملية evaluation لل-in-fix بتكون شوي أصعب من اللي هي ال-post-fix فالطريقه عنا بنحول ال-in-fix ال-post-fix بعدين post-fix evaluation من خلال ال-stack ال-algorithم عشان نعمل هي ال-post-fix evaluation أول شيء create an empty stack بعدين read the expression لنقرأ ال-expression الموجودة هنا والنمبر السين لما يكون فينا هون نمبر push it into the stack نعمل push للرقم جوة stack ماشي والابراتر السين لما نقرأ operation موجودة هنا لذي operator is applied to the two numbers symbols that are popped from this stack عنا stack وعنا operation موجودة بس نقرأ operation لنعمل pop لهم آخر لل-top elements الموجودين الأول بعدين الثاني ماشي بعدين we apply اللي هي ال-operation الموجودة عليهم and then we push it back into the stack منبرد نعمل push لهاي ال-operation عندنا جو ال-stack خلنا نشوف أمثلين أنه هي واحد تنين زائد أربعة ضرب خمسة زائد ثلاثة ناقص أول شيء ال-expression الموجودة عندنا هون واضح أنه post-fix expression كيف يعرفنا post-fix أنه واحد تنين زائد زي كأنه هاي منحكي واحد زائد تنين بدنا نعمل هون عملية اللي هي evaluation post-fix expression أول شيء حكينا بنعمل empty stack نقرأ character character نقرأ أول شيء عندنا هي واحد نعمل push لواحد بعدين عندنا الثانين نعمل push للثانين وصلنا هون operation أول operation موجودة عندنا شو حكينا بنعمل نعمل pop للا element pop للا element نفرض مثلا عندنا num أول شيء نلاحظ هون شغله لما نحكي top الموجود عندنا هو الرقم الثاني مش الرقم الأول فاللي بدنا نعمله لو نسمي مثلا نحكي زيك أنه num 2 equal pop بالشتاك num 1 equal كمان pop لعاملنا أول pop الثانين هاي أجت وين عند num 2 فصار زيك أنه num 2 equals 2 لما عاملنا pop شو صار عنا top صار عنا اللي هي أول رقم موجود هو الواحد هذا num 1 equals 1 بعدين شو منيجي نحكي مثلا r result equals num 1 الـ operation الموجود عندنا هي الجمع زائد اللي هي num 2 نجمعهم اللي هي 2 واحد كنتعطينا هون اللي هي ثلاثة 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 هاي خلصنا اللي هي أول جزء يجي بعدين فينا كمان الرقم اللي هي الأربعة بنعمله push في الاستاك بعدها فينا هون كمان اللي هي عملية ضرب شو معناها بدنا نعمل بدنا نضرب لو نعملها بشكل سريع بدنا نضرب اللي هي رقم خمسة عملنا push عملية الجمع نعمل pop pop 12 زائد 5 وتساوي اللي هي 17 شنهاي شنهاي صنع اللي هي 17 بعدها انا كمان ثلاثة هاي ثلاثة نجم نعمل اللي هي عملية طرح اللي هي 17 ماقص ثلاثة اللي هي كم تساوي هون 14 نشيل هاي ونشيل هاي نصفع لنا الاستاك معناها نصفع الاستاك ما فيها إلا قيمة واحدة بالنهاية اللي هي ال 14 وصلنا نهاية ال expression وصلنا آخر قيمة موجودة عندنا ال 14 معناها إذا ال expression equals 14